الرئيس السيسي يستقبل وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي بتوجيهات من الرئيس السيسي المعدات المصرية تواصل إزالة أنقاض المنازل المهدمة بغزة تمهيدا لعملية إعادة الإعمار التحالف الدولي يعلن عن سقوط ساروخ في محيط مركز بغداد الدعم الدبلوماسي دون إصابات الثالثة صباحاً الواحدة بتوقيت جنينة شموجزون إخبارية أتيكم من القاهرة أهلا بكم استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي صرح بذلك سفير بسام رادي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تواصل المعدات الهندسية والأدقم الفنية المصرية عملها في إزالة الأنقاض وركام المنازل والأبراج المهدمة والمتضررة في غطاء غزة نتيجة الأحداث الأخيرة يأتي ذلك في ضوء ما أعلنه الرئيس السيسي من التزام مصر بسرعة تحسين الأوضاع المعاشية لسكان القطعة أعلن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي سقوط صاروخ في محيط مركز بغداد للدعم الدبلوماسي بالعاصمة العراقية بغداد وقال العقيد واين ماروتو المتحدث باسم التحالف على تويتر إن الحادث لم يسفر عنه إصابات مشيراً إلى بدء تحقيق شامل لمتابعة منفذيه وأضف أن كل هجوم ضد الحكومة العراقية وإقليم كردستان والتحالف يقود سلطة المؤسسات العراقية والسيادة القانون والسيادة الوطنية العراقية قال قصر الإليزي في بيان إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبدى دعمه الكامل للسيادة العراق في اتصال مع رئيس الوزراء مصطفى القاظمي وقال الإليزي إن ماكرون أشهد بدبلوماسية التوازن التي ينتهجها العراق مؤكداً عزمه على الالتزام بدعم العراق لتحقيق الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط كما أبلغ الرئيس الفرنسي رئيس الوزراء العراقي قلقه حيال الأحداث الأخيرة التي وقعت في بغداد من دون تفاصيل إضافية حذر رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري من التخلي عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان جراء أزمتها المالية ودع الحريري الحكومة اللبنانية لتزديد ما هو واجب عليها من مساهمة مالية والمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته والإفاء بالتزاماته في هذه القضايا كانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قد أعلنت إلغاء جلسة محاكمة لسليم عياش المدان بالمشاركة في اختيار رئيس وزراء البلاد الأسبق رفيق الحريري بسبب أزمة مالية تواجهها دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون زعماء دول مجموعة السبع إلى الالتزام بتطعيم العالم بأسره لدى فيروس كورونا قبل نهاية 2022 وقال جونسون في بيان إن تحصين العالم بنهاية العام المقبل سيكون أكبر إنجاز منفرد في تاريخ الطب دعا ينزع ماء مجموعة السبع إلى الانضمام لحملة القضاء على هذا الوباء والتعاخد بعدم السماح بتكرار المآسي التي أحدثتها فيروس كورونا أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 66.017 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية إضافة إلى 1689 وفاء جديدة بفيروس كورونا وقالت بيانات وزارة الصحة إن البرازيلية سجلت أكثر من 16.907.000 إصابة منذ بدء الجائحة في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى أكثر من 472.000 حالة نهاية الموجز ولمزيد من الأخبار يمكنكم متابعة موقعنا على الانترنت كم يمكنكم المتابعة على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر انستجرام ويوديوب شكرا لكم على حسن المتابعة اشتركوا في القناة